وتمارس أنشطة الصيد الجائر في مياه بلدان أخرى وتدمر مساحات شاسعة من الشعب المرجانية وتسمح بانتشار الزئبق السام في الجو بكميات أكبر من أي دولة أخرى في أي مكان في العالم تساهم الصين أكثر بمرتين تقريبا من الولايات المتحدة في انبعاثات الكربون وانبعاثاتها ترتفع بسرعة بعدما انسحبت من اتفاق باريس للمناخ ذلك الاتفاق المجحف خفضت الولايات المتحدة العام الماضي بعاثاتها أكثر من أي بلد طرف في الاتفاق وأولئك الذين ينتقدون سجل أمريكا البيئي الممتاز بينما يتغاضون عن التلوث الهائل الذي تتسبب به الصين لا تعنيهم البيئة كل ما يريدونه أن يعاقبوا أمريكا وأنا لن أسمح بذلك لكي تكون الأمم المتحدة منظمة فعالة لا بد أن تركز على المشاكل الحقيقية في العالم وذلك يشمل الإرهاب وقمع النساء والعمال القصرية والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر بما في ذلك لأغراض جنسية والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية أمريكا ستكون دوما قدوة في مجال حقوق الإنسان إدارة أنا تنادي بالحرية الدينية والفرص للمرأة وتشريع المثلية الجنسية ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال قبل ولادتهم ونحن ندرك أيضا أن الإزدهار الأمريكي أساس الحرية والأمن حول العالم في سنوات ثلاثة قصيرة بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ ونحن نعاود بناءه مرة أخرى وبسرعة وجيشنا زاد حجمه زيادة هائلة أنفقنا 2.5 تريليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية على الجيش وجيشنا هو أقوى جيش في العالم بلا منافس لقد وضعنا حدا للتجاوزات التجارية التي ارتكبتها الصين على مدى عقود وأعدنا تنشيط حلف شمال الأطلسي وبدأت بلدان أخرى الآن تدفع ما يترتب عليها من مساهمات أقمنا شراكات تاريخية مع المكسيك وغواتيمالا وهندورس والسلفادور لوقف تهريب البشر ونحن نقف مع شعب كوبا ونيكاراكوا وفنزويلا في كفاحهم العادل من أجل الحرية انسحبنا من الصفقة النووية الإيرانية الفاشلة وفرضنا عقوبات هائلة على الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم اقتلعنا خلافة داعش من جذورها وقتلنا مؤسسها وقائدها البغدادي وتخلصنا من الإرهابي رقم واحد في العالم قاسم سليماني وهذا الشهر أنجزنا اتفاق سلام بين صربيا وكوسوف وحققنا انفراجا تاريخيا من خلال اتفاقي سلام في الشرق الأوسط بعد عقودا من مراوحة المكان وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاق سلام تاريخي في البيت الأبيض وستتبعها الكثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وهي تعرف أن ذلك سيخدم مصلحتها ومصلحة العالم هذه الاتفاقات الرائدة تمثل بداية لفجر شرق أوسط جديد عندما قاربنا المسألة من زاوية مختلفة حققنا نتائج مختلفة نتائج أفضل بكثير من سابقاتها وهذا الأسلوب الجديد أثبت جدواه ونحن ننوي التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام قريبا وأنا متفائل اليوم أكثر من أي وقت مضى من مستقبل المنطقة فما من دماء بعد اليوم في الرمال آملوا أن تلك الأيام قد ولت تسعى الولايات المتحدة كذلك إلى إنهاء الحرب في أفغانستان ونحن سنعيد بالتأكيد جنودنا إلى ديارهم أمريكا تصنع السلام هذا هو الدور الذي ولدنا لنؤدي سلام يأتي من القوة فنحن اليوم أقوى من أي وقت مضى وأسلحتنا أكثر تطورا من أي وقت مضى أسلحة ما كنا لنتخيلها لا قدر الله أن نطرد أمريكا وفي الأمم المتحدة بالنيابة عن الجمعية العامة أتقدم بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على كلماتي التي ألقاها